بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذنر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول للا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم منهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي طلق الأزواج كلها مما تنبث الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقن لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو نشاء الله أطعمه إن أنتم من لا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت اللي صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تنلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازون اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد ظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا ينسلون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا ياقنون وما علمناه شير وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقران مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها غفوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسنون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق نعليم الذي جعل لكم من الشاجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانية ذكرا إن إنهكم نواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ إلا على ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا من من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكنوا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سكر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا اللونون قل نعم أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكنذبون أحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذا يكون فأويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك والهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم جزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيض ألدة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإناك لمن المصدقين أيدا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدين قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأه في سواء جحيم قالت الله إن كدت لتغذئين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزول لم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في يصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالبون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم الفواباء هم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم مكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم ممدرين فانظر كيف كان عقبة الممدرين إلا عباد الله المقلصين ولقد نادانا نوع فلنعم المجيؤون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ظليته هم الباقين وتركنا عليه في اللاقرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كنالية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مذبرين فراغ إلى آلية فقالا لا تاكنون ما لكم لا تنطكون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إلي يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابدين فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه أيّا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في اللاقرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارتنا عليه وعلى إسحاقه من ذريتي ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونسارناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في اللاقرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن ياسل من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم اللولين فكندبوا فإنهم لمهضرون إلا عباد الله المخلص وترتنا عليه في اللاقرين سلام على إنياس إن كذلك نجزي المحسن إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطاً لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليه المصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشكون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبلناه بالعراء وهو سقيم وأمبتنا عليه شجرة مياققين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم ملاحين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكتين ثوهم شاهدون ألا إن لهم من إفكهم ليقولون ولدهم الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تعكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا دقرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم التاحين وأبصرهم فسوف يرسلون أفبعذابنا يستعجنون فإذا نزل بساحتهم فسأصبع المندرين وتول عنهم التاحين وأبصر فسوف يرسلون سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب عالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذذه بل الذين كفروا في عزتهم وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ألمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في النسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب كندبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكان أولئك الأحزاب إن كل من الله كذب الرسل فحق عقاب وما يندو هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقه وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سقرنا الجبال معه ويسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل القطاب وهل أتاك نبأ القصم إذ تسوروا المحراب إذ دقنوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خسما ربغى بعضنا على بعض فعكم بيننا بالحق ولا تشتطرهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أقل له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في القطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلاط وإن يبغي بعضهم على بعض إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فعكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتابنا نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشين الصافنات الجيادة فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربه حتى توارد من حجاب ردها عليه فطفق مسعى بالسوق والأعناق ولقد فتمنا سليمان والقينا على كمسيه جسدا ثم أناب قال رب غفرني وهب لي ملكا لا ينبغين أحد من بعد إنك أنت الوهاب فسفرنا له النيحة تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب قرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكراله للألباب وخذ بيدك ذقتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا مصابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإساق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر دار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة تختر في أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لأنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ما أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا دعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سقريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا ممذر وما من إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والعرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم ما كنتم عنهم وردون ما كان لي من علم بالملأ إلا على إذ يقتصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني قالكم بشرا من طين فإذا سويته ونففت فيه من روحي فقعوا لهم ساجدين فسجد الملائكة كنهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما قلقت بيديك أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتها لأغبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والأقاقون لأملأ من جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأهم بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لإله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاءه سبحانا هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملق لا يناغ إلا هو فانا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا وازرة وزروا فرام ثم إلى ربكم ورجعكم فينبيكم لما كنتم تعملون إنه عليم بذات السدون وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قولوا نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصعاب النار أم من هو قانت الآن أن ليس ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا تقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن نكون أولى المسلمين قل إني خافر عصي تربي عداب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين فاعبد ما شئتم من دونه قل إن القاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوهن والذين اجتنبوا الطاغود أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم المسرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تعتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يقرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مسفران فتراه مسفران ثم يجعله أطهم إن في ذلك لذكرى لأولن الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال يتقش عندهم وجلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هادم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الفزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لهم كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون